مهنة الصيد من أشرف المهن وقد اشتغل بها إسماعيل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ويتميز الصياد المسلم بأخلاقه ومنها الأمانة فلا يصطاد ما هو مملوك للغير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ولا يدخل مزرعة لغيره ولا يفسد زروع الفلاحين بحجة مطاردة الصيد ولا يلوث مياه البحار والأنهار بإلقاء المخلفات فيهما ولا يصطاد في المياه الملوثة فإن ذلك يسبب الأمراض للناس وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار ولا يصطاد في المناطق المحمية التي منع ولاة الأمور من الصيد فيها لما في ذلك من المصلحة العامة للناس والبيئة ولا يقتل صيدا للعبث واللهو بل ليأكله أو ليبيعه ولا ينصب فخاخا في طرق مسلوكة للبشر حتى لا تصيب إنسانا وإذا كان يصطاد ببندقية فليحذر أن يصيب إنسانا بالخطأ قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآه وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ولا يلهيه الصيد عن أداء الصلوات في أوقاتها ولا عن أذكار الصباح والمساء فإن الانهماك في الصيد قد يكون سببا للغفلة وفي الحديث من تبع الصيد غفل ويتعلم الأحكام التي يحتاج إليها في رحلات صيده كطهارة ماء البحر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منه فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته وهو متوكل على الله راض بقسمته فهو يلقي الشبكة في الماء ولا يدري ماذا يعلق بها وهو صبور مثابر يعلمه الصيد الصبر في كل أمور حياته وفي ذلك خير كثير